بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الخامس نتعرف فيه على نوع آخر مميز من المصفوفات وهي المصفوفات المثلثة ولها نوعان مثلثة علوية ومثلثة سفلية تكون البانات غير الصفرية في هذه المصفوفة على شكل مثلث فإن كانت البيانات والمدخلات في الجزء العلوي من المصفوفة وتحتها أصفار تحت القطر الرئيسي أصفار تسمى upper triangular matrix مصفوفة مثلثة علوية أما إذا كانت هذه المدخلات غير الصفرية تحت القطر الرئيسي وفق القطر الرئيسي عبارة عن أصفار سميناها lower triangular matrix أو مصفوفة مثلثة سفلية وهناك ملحوظة أن المصفوفة المربعة If a square matrix is in row echelon form لو كانت في شكل row echelon فإنها تكون upper triangular matrix كما تتذكرون أن المصفوفة حينما تكون في row echelon form يكون كل العناصر تحت القط الرئيسي عبارة عن أصفار إذن فهي upper triangular matrix أو مصفوفة مثلاثة علوية الآن أحبتي مع بعض خواص وأشكال المصفوفات المثلثة إذا أجرينا عليها بعض العمليات مثل transpose إيجاد المدور أو ضرب المصفوفات في بعضها أو إيجاد المعكوس الخاصية الأولى عن تدوير المصفوفات المثلثة تقول لنا أن transpose of a lower triangular matrix is upper يعني مدور المصفوفة المثلثة السفلية تكون مصفوفة مثلثة علوية والعكس صحيح أي أننا إذا دورنا مصفوفة مثلثة علوية كانت المصفوفة النتجة هي مصفوفة مثلثة سفلية الخاصية الثانية حاصل ضرب المصفوفات المثلثة مع بعضها فإذا ضربنا the product of lower triangular matrices is lower حاصل ضرب المصفوفات المثلثة السفلية يعطي مصفوفة مثلثة سفلية وكذلك حاصل ضرب المصفوفات المثلثة العلوية يعطي مصفوفات مثلثة علوية أيضا الخاصية الثالثة متى يكون للمصفوفة المثلثة سواء كانت علوية أو سفلية معكوسا the triangular matrix is invertible المصفوف المثلثة يكون لها معكوس if and only if في حالة واحدة وهي إذا كانت كل مدخلات الكتر الرئيسي غير صفرية بمعنى أنه إذا كان في الكتر الرئيسي عنصر واحد فقط صفري فإن هذه المصفوفة تكون سينجولر أو ليس لها معكوس كما تتذكرون كما في حالة المصفوفة القطرية يكفي أن يوجد عنصر واحد فقط صفري ليكون هذه المصفوفة سينجولر أي ليس لها معكوس الخاصية الرابعة إذا وجد معكوس للمصفوفة فماذا يكون شكله inverse of an invertible lower triangular matrix معكوس المصفوفة المثلثة السفلية يكون شكله أيضا مصفوفة مثلثة سفلية وكذلك إذا وجد معكوس للمصفوفة المثلثة العلوية upper triangular matrix فيكون أيضا مصفوفة مثلثة علوية أليكم بعض الأمثلة عن المصفوفات المثلثة العلوية مثلا المصفوفة A والمصفوفة B من النوع المصفوفات المثلثة العلوية لأن العناصر فوق الكتر الرئيسي عناصر غير سفرية وتحت الكتر الرئيسي عبارة عن أصفار فلو حصلنا على A-1 وهو معكوس المصفوفة A كانت أيضا مصفوفة مثلثة علوية كما بالشكل حاصل ضرب المصفوفة A في B مثلثة علوية في مثلثة علوية يعطي أيضا مصفوفة مثلثة علوية كذلك B في A يعطي أيضا مصفوفة مثلثة علوية اشتركوا في القناة